خمس سنوات مرت على تأسيس الحكومة السورية المؤقتة لكن ما هي أبرز إنجازاتها وما هي خططها المستقبلية وكيف تعمل على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفنا الدكتور جواد أبو حطب رئيس الحكومة السورية المؤقتة الحكومة السورية المؤقتة تأسست الحكومة في آذار عام 2013 بدعم من الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة تعاقب على رئاستها ثلاثة أشخاص قسان هيتو من أذار 2013 حتى أيلول 2013 أحمد طومة من أيلول 2013 حتى أيار 2016 ترأس الحكومة المؤقتة لولايتين متعاقبتين جواد أبو حطب من أيار 2016 وحتى اليوم تحتوي الحكومة على تسع حقائب وزارية وهي وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة الإدارة المحلية وزارة الخدمات وزارة المالية والاقتصاد وزارة التعليم العالي وزارة التربية وزارة الزراعة وزارة الصحة حصلت الحكومة المؤقتة على الاعتراف السياسي من دول أصدقاء سوريا لكنها لم تمنحها العثراف القانوني أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء مع الدكتور جواد أبو حطب أهلا بك دكتور جواد أبو حطب رئيس الحكومة السورية المؤقتة أهلا بكم حياةكم دكتور جواد في الحقيقة ملفات كثيرة في التحضير لهذه الحلقة دعني أبدأ من الملف الأمني ما إنجازات الحكومة المؤقتة في الجانب الأمني طبعا يعني حكومتنا كانت في حكومة مصغرة عندما بدأنا قبل سنتين ونصف كانت ثلاث ملفات لم أستطع أن أبدأ بيهم من ملف وزارة الداخلية اللي أنا بحمله وملف القضاء وملف الدفاع السبب الحساسي لأنه أنت تريد أن تبدأ كان برنامجنا أن تكون حكومة من الداخل وعلى الأرض السورية وهذه ثلاث ملفات كانت شائكة جدا ليوجود فصائل صلة عدة سنوات فصائل أيضا يعني تعدد تعرف الانتماء وقبول اليوم أنه تشوف حكومة على الأرض مبسولة فبدأنا بملف التعليم والصحة والمجالس المحلي والخدمي ثم بدأنا بأجلنا الملفات الثلاثة حيث ملف الدفاع اللي بلشناها من سنة لأنه طبعا الأمن بدوا ثلاثة وزارات صراحة بدوا الدفاع وبدوا القضاء وبدوا الشرطة أو الداخلية لا يمكن أن تساوي شرطة دون ما يكون قضاء لأنه هي التنفيذي وإلا بتصير مشكلة ولا يمكن أن تساوي قضاء دون ما يكون عندك شرطة يوم يعني القضاء أنت بتعرف يدار بسوريا بعد ما انكفأت كل الصور إلى شمال السوري يعني بعد الجرائم اللي ارتكب على النظام واستطاع طبعا بتغطي دولي أنه حق يدمر يعني يدمر كل المناطق وانحصر اليوم الشعب السوري بـ 11 ألف كيلو بشمال السوري ما بين إدلب وحلب هناك اليوم في الشمال بين جراربوس إلى عفرين هون في عنا شرطة تتبع حتى الآن لا تتبع الحكومي وإنما هي أساسات من قبل أخوتنا في تركيا هذه الشرطة هذه الشرطة في عموم المناطق المحررة لا لا يعني اليوم عفرين بتتبع لغطاي بالإعزاز تتبع كلس بالباب بجراء بستتبع النتاب أيضا لا يوجد مركزية لها بنيت يعني في عنا 8000 شرطة بهذه المنطقة وباقي المناطق اليوم تحتاج هذه أيضا إلى حيائعة هيكلي من جديد لأنه أنت اليوم لازم يكون عندك إدارة مركزية أنت شفت اليوم اختراقات الأمنية الموجودة لازم يكون عندي أيضا أن الإختصاص ضمن نفس الشرطة أن يكون تبعي لمركزي واحد ليست فقط في الشمال أيضا في إدلب وحلب الغربية والشمال وبالتالي يكون عندنا مضمومة أمنية صحيحة أيضا القضاء بتعريف القضاء اليوم الأخوتنا بالأحرار عندهم المحاكمون يعني متعددة أيضا نشأ محاكم في الشمال أيضا هذه المحاكم اليوم تحتاج إلى غطاء سياسي وأن يكون مجلس قضاء نعمل عليه لكن ما زال في صعوبات حقيقة الصعوب الأكبر هي مشكلة بأخوتنا بالقضاء أخوتنا القضاء اليوم طلعوا بيقول بيان ما بيتطاو أحد ليه لمين بيتطاوه معناته ألا تنسقون معهم يعني حقيقة جلسنا معهم يعني أنا من أول ما تكلفت للحكومة اجتمعت مع القضاءات في أنتاب اجتمعت معهم بإدلب هل يوجد وزارة عدل في الحكومة السمية؟ فيه معاون رئيس الحكومة نشؤون العدل من أجل أن يتابع هذا الملف إلى أين وصلت؟ أخي الكريم اليوم يكون صريحين أخوتنا القضاء عدد محدود تحتاج إلى المئات للقضاء والأخوة القضاء لم يجرؤوا اليوم حتى اليوم أنه النقطة خطوة بتي تأسيس مجلس قضاء عملنا عدة ورشات عمل أخي 1950 دستور 1950 كيف يتأسس مجلس القضاء؟ مجلس القضاء يتشكل بأن يرشح إما رئيس الحكومي أو رئيس الدولي 14 قاضي بيرتبة مستشار يرشح إلى مجلس النيابي المجلس النيابي يختار سبع قضاء ويرأس مجلس القضاء الأكثر أو الأقدم ضمن الهيوة بيصير مجلس القضاء الأعلى ولا يستطيع السلطة التنفيذية عزلة لأنه أخذت من النياب هلأ شو سوى بشار الأسد؟ قال هو سوى سبع قضاء بعينه و هو بيرأسه اقترحنا على الأخي اليوم على أرض الواقع أن ترشح الحكومي 14 قاضي إلى الإتلاف والإتلاف يختار سبعة و لا يستطيع تستطيع الحكومي أن نعزلهم وبالتالي نستطيع أن نعطي مجلس القضاء له شرعي اليوم ما يبسي المجلس القضاء دون سائف سياسي لمن يتبع هذا الدون؟ ما في دولة العالم حتى نغلق هذا الملف ملف الأمن وملف العدل هل هناك خطوات جدية؟ هل هناك أنت قمت بتشخيص المشكلة؟ هل هناك رؤية للحكومة لحل هذه الملفات؟ طبعا ما أقوله تماما هذا المشروع اليوم مرفوع وأنا طرحته على شقائنا في الإتلاف وماذا عن القضاءة و الأطراف الأخرى؟ والإحنا اليوم عندنا ملف ملف اسمه إدارة الشمال ثورة سوريا من الشمال هو ملف بكل العدل منهم ملف القضاء أخي يجب أن يتبع القضاء إلى سلطة بدنا نفرق ما بين أن يكون القضاء لا سلطة عليه وأن يأخذ الشرعي اليوم إذا أنت المجلس اليوم أخوتنا فتحه طبعا تركيا مشكولة قدمك محاكم عم تقدم مساوة أصل عدلي بالراعي طيب سأفه من أعطاه شرعي حقيقة اليوم أي حكم يصدر اليوم من هذه المحاكم إذا واحد رفع على مقرب بروكسل بيقوله يعني في مشكلة والأقوخ القضاء بيعرفوا ذلك حلا اليوم التمحور اليوم أنه مفهوم كيف سينشأ نحن اليوم عندنا مشروع فعلا نحن نستطيع أنه رشح 14 قاضي أخوتنا بالإتلاف يستطيع أن ينطقه اتنين ويرأس هذا المجلس الأعلى ويطبق القانون السوري طبعا يعني مشان نحن أن نتحفظ على كثير من المراسيم أو القرارات هذا أيضا تحزف لكن اليوم نحن نحتاج للعمل في الداخل السوري نحتاج إلى قوانين وتعرف الإرس السوري 35 ألف وصيقة قانوني تبدأ من الزراعة لفتح دكاني لا حتى تصل إلى الأمن يعني هل هناك وعود لضبط الأمن في المناطق المحررة يعني هذا الملف يشغل كثيرا أخي ضبط الأمن يكون كالتالي تشكيل الجيش الوطني ضمن هاي كريتو ونحن اليوم إن شاء الله أيضا بارحكم سنتقل الجيش لا لأ أنه أخي اليوم الدول الدول عندما يصير عندها زلزال تدخل الجيش فكيف أنت عندك اضطراب يعني اليوم الناس بدأت تقارن العمل بسويسرا سويسرا نفسها وجنفة لما يصير في هذه الأرضية يصير قانون طوارئ عندهم ويصير عندهم يتدخل الجيش وكل الدول لهذا الموضوع نعم فاليحن اليوم يجب لأنه كثير مهم أن يرتب الجيش الوطن أركان وزار الدفاع والأركان وأخوتنا بالجبهة الوطن الوطني لتحرير البلبي اللي ضمت مجموعة فصائل في إدلب ورب حلب مع أخوتنا بالشمال يجب أن يكون ضمنها ياكل كانت اجتماعا لوزار الدفاع والأركان حضروها أيضا حيكون عندنا قرارات قبل أين وصلتم إن شاء الله حيكون عادة هيكلة للأركان حيكون في ترفيل أخوتنا الضباط حيكون قرار بأخضاع أخوتنا الثوار اللي كانوا بشكلوا الجزء الأكبر بالجيش الحر إلى دورات عسكرية لمن يحب يكون عسكري وتأهيرهم من كله عسكري حيكون أيضا الترفيع حيكون في هذا العام إن شاء الله ضمن الأسس القانونية يعني الناس في الداخل تشعر أن الجيش الوطني هو موجود ولكن ما تزال الفصائلية موجودة ضمن هذا الجيش هل تؤكد هذه المعلومات؟ أخي الكريم اليوم بلشنا بالجيش الوطني تعرف تقريبا عام مضى عليه هل نستطيع في يوم واحد أن نقلب الأخوة المدنيين اللي كانوا بيوم وعن سيئون جيش نظامي يعني يحتاج إلى حطينا عدة مراحل أنا بعتقد اليوم نعم هو ليس يعني كجيش نظامي لكن ليس كمان فصائل اليوم في عندي قيادات اليوم بقدر بيجمع ومفي عندي ورفة عمليات اليوم عندي شرطة عسكرية اليوم عندنا محاكم في عندي قضاء عسكري طبعا لم نصل الطموح لكن معت أنه فصائل متفرقة يعني يعني اليوم نحتاج اليوم بالخطوة الثانية هي الخطوة الأكبر بالتنظيم الآن يعني مثلا قرار دخول الجيش الوطني للشرق السوري هل يعني كان لي القرار كان هو من القيادة المركزية أم ماذا لا لا بكل صراحة طبعا يعني لم نتدخل أو لم نستشر فيها لذلك نحن اليوم من إعادة الهيكل لإنشاء المجلس العسكري أو من إعادة الأمن الوطني مثل كل الدود أو الأمن القومي هذا بيكون بشرك فيها لازم يكون فيها رئيس الائتلاف رئيس الحكومي وزير الدفاع وقيادات الفيالق ورئيس الأركان نحن اليوم أيضا من طروحات بإعادة الهيكل طرحه وبصير هذا هو صاحب القرار حقيقة أنه أنه القرار هو ليس عسكري بس هو قرار عسكري سياسي كما تعلم لم تستشاروا في هذه النقطة وهل لديكم مثلا خطط لضبط الأمور الأمنية حتى لا يتكرر ما حدث في عفرين أخي الضبط الأمور يعني ليس في عفرين أي منطقة يدخلها على الجيش أي منطقة لش يعني عندما دخل الجيش الأمريكي الرقة ما نزل فعلها بها يعني إذا بتقارن ما حدث في الرقة التي يعني هدمت بشكل يعني فظيع وكان في القوات الأمريكية ما تقارنها باللي حدث بباقي المناطق ليش كل مناطق تحررت هناك بعض الأضرار أخي الكريم لا يمكن أن نحن نضبط الأمن إلا بتشكيل إدارات وهيكلية الدولة سواء بالناحية الأمنية بالشرطة العسكرية وأيضا القضائي هل ثلاثة وزارات إذا لم نستطع تشكيلهم وهذا يحتاج الجميع يعني مو قرار ولا شكلنا وزارة تشكلت الوزارة هذا يحتاج إلى إرادي من الفصائل يحتاج إرادي أيضا من الأخوي والناشطين حقيقة أنت كل ما تسأل مشروع أي واحد يطلع بالمشروع بل يشحار بالمشروع هذا المشروع مطروح للجميع نعم الفضل للجميع الحديث الشيخ ولكن مضطر لأن أخرج إلى فاصل ثم نعود لمتابعة الحوار مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام نتابع هذا الاستطلاع ثم نتابع الحوار بدي أشغل كتير وعمل كتير لأني إدارتها كتير ضعيفة طيب إش هي رسالة تحبتها جالة رئيس في السنوية محطة بحب نظمها البلاد ومشان نخرص مبشار الأسد بدأ شوية تحسين خصوصا عندك مجال التربية يا ريتي تواصلوا مع وزير التربية مشان طلاب المعاهد الصناعية وخريجين السنويات الصناعية في مشاكل كبيرة وكوارس يعني عبتحل في هذول الشباب وهن فئة كبيرة قدت لم تقدم لنا كهيئة سورية رياضة والشباب في الداخل أي شيء وخاصة في موضوع المنشآت وبموضوع حتى يعني الأنشطة التي نقوم بها ونمارسها فهناك يعني تهميش كامل لموضوع الرياضة ولم نتلقى أي دعم من قبل الحكومة المؤقتة دور الحكومة المؤقتة دورها ضعيف لأنها تقريبا الحكومة يعني تقريبا بشكل نفسها بنفسها عبتندخب نفسها بنفسها مفروض هي الحكومة تتشكل من الشعب وينتخبها الشعب وتكون موجودة بين الشعب وإلى أرض وأعمال على الأرض على الشعب يعني في المناطق اللي موجودة فيها للأسف للأسف الشديد يعني ما عبتاخد دورها بشكل كامل بسبب سيطرة بعض الفصائل هاي يعني أهم الشي سبب عدم توحد الفصائل كفصيل واحد يدعمها الحكومة السورية المؤقتة وعدم تواصلة مع الشعب بشكل فعلي يعني مقتصر عمل على المكاتب من بعيد لبعيد ما لا وجود وجود أليل على الأرض يعني طبعا هلأ نحن كمجلس محلي نتبع لمجلس محافظة مجلس محافظة يتبع لحكومة السورية المؤقتة بس صلة وصل نحن كمجلس لأما جتنا أي زيارة من الحكومة السورية لمجلس محلي في الداخل السوري ونعملوا أكتر من هيك يجوا على المناطق المحررة بكامل هنأ بيعي يشتغلوا فقط في الشمال بعزازة أكتر شيء عمالهم في عزاز ومناطق دروع الفراد وعقصة السيطون نحن نتمنى يجوا على الريف الغربي وريف حماش الشمالي وريف إدلب الجنوبي يعني عمالهم تركزة هنيك إذا بدنا يمننا نعترف فيهم أو نكون نأيدهم لازم يشتغلوا في مناطقنا يؤدموننا حتى نعترف فيهم أنا فهم بالنسبة لي ما كتير مبسوط منهم شو الرسالة اللي بتحب توجيها لرئيس الحكومة؟ لرئيس الحكومي يا الله أعطيه العافية يعني إنسان مثلا يحاول أدل المستطاع ولكن نتمنى أنه يكون دائما على اطلاع كامل مناطق يوجه الموظفين اللي عنده عكافة مناطق ويشتغلوا اللي عليهم مشان نحن نعترف فيهم نعم تابعنا دكتور جواد هذا الاستطلاع الجميع أو نسبة كبيرة من المستطاعين الذين استطعنا أن نصل إليهم يقولون بضعف التواصل مع الحكومة وضعف دورها في الداخل السوري يعني تحيتي لكل اللي يتحدثوا لكن دعني ألقي الضوء أنا عندما كلفت في الحكومة كنت عميد كلية الطب في كفرة خارين شكلناها قوبيل مع حكومة الحكومة السابقة نعم حتى كنت على سكايب وعندما قدمت برنامجي أنه حكومة في الداخل كل من الداخل يعني يوم اخترنا وزير إدارة المحلية اجتمعت مع أخوتنا بكل مجالس المحافظات وانتخبوا الشهيد يعقب العمار وزير إدارة المحلية استشهد في شهر الأول من الحكومة يعني أنا ما جبت من بره يعني الأخي اللي عمقول وهذه تحسب لحكومتك يعني يعني بصراحة استشهد هو عشرين يعني هو معه وزير الخدمات ومجموعة يعني من أخوتنا بالحكومة عشرين شخص بهذه الشهر الأول وزير الصحة يعرف أخوتنا المدراء الصحة اللي على الأرض المشافي اجتمعت بهم واخترنا وزير الصحة يعني أنا اليوم لم أنتقي الحكومي من الخارج وإنما أنتقيتها من كل مجموعة أخوتنا حتى يعني وزير إدارة المحلية أخو الدكتور عيمان هو موجود بالحرب الغربية اليوم كان هناك يعني موجود أخوتنا الوزير إدارة المحلية بعد استشهاد يعقوب العمار موجود بالمعرة وزارة إدارة المحلية وزارة الصحة وزارة التعليم العاية أنا بيقول لي أنه غير موجودين كل الحكومي في الداخل الحكومي استشهد مننا اليوم حتى اليوم 200 شخص من وزير إلى مدير يعني ليس المقصود التواجد لا لا التواجد العمل أخي الكريم يعني العمل تفضل لازم أخوه يعرفوا هذا الموضوع نعم نحن اليوم جينا على تشكيل الحكومي لأول مرة على الأرض السوري لأول مرة كان فيها تحدي كبير قصف الطيران ربع مبانينا قصفات من الطيران مفقخات الخطف نحن اليوم عندنا ابنه وزير التعليم العالي مازال مخطوف عندنا مسؤول بالجامعة خطفوا وقتلوا بإدلب يعني تعرضنا إلى كل أنواع حتى نحن مبانينا استجار يعني اليوم المباني بمعرق استجار لماذا لدينا المباني القطاع العام إخوتنا اللي بيقولوا أنه بالتقديم نعم نحن في الداخل السوري يعني بلده تنكب بزلزال أو تحتاج إلى مساعدات هائلة فكيف أنت في حكومي أكثر الموارد مسيطرة عليها لذلك حقيقة أن اليوم أدعو الجميع إخوتنا المجالس المحلي المجلس حلب زيرو أنا عشر مرات مش مرة عشرة مرات على الأقل وما في مجلس في الداخل أمس كنا بعنجارة بالانتخابات اللي أجريناها يعني اليوم أنا باستغرب الواحد ما بيسمع بالحكومة يعني كأنه لازم الحكومة تحمل يعني تعرضنا يعني هناك مشكلة في التواصل قد تكون جدية لا لا أخي الكريم يعني جامعة حلب اليوم عفوا دكتور أنا باير من درس في جامعة حلب لا لا بالثوانية حتى لازم الناس نحطها بالصورة جامعة حلب كليات الموجودة ليست هي الحكومة يعني كليات الطب ولا الكليات البزار المؤسسة الحبوب يا جماعة اليوم مدير التربية مدير الصحة كلهم هذول هذول الحكومة مؤسسة الحبوب مؤسسة الزراعة قد يكون هناك مشكلة في يعني يعني لا يوجد موقع لإنجازات أخي الكريم اليوم عندي مقرات الحكومة عنا بمعارة النعمان مقرر لثلاث وزارات أنا عندي مكتب بعنجارة عنا مكتب بدارة عزي كل الناس بتعرفهم يعني ليسا مخفين قصف أكثر من مرضا مكتب الحكومة رئاس الحكومة بإعزاز كل هذه المكادمة موجودة مفتوحة لاستقبال الناس يعني لليوم وتقول له واحد ما يعرف بالحكومة عند حلين إما أنه ما بيعرف أنه هذه المؤسسة هي للحكومة يعني اليوم باتقول لك أنا اليوم جامعة حلب عندي 552 مكواتي تدرسي كل هذول ما بيعرفوا أنه السن الماضي خلجنا 890 طالب عندنا الحقيقة أنه بالتربية لحالة عندنا 1758 مدرسي في عندنا 22000 مدرس الحقيقة نعم نحن اليوم خدنا المدرسين المعاش لا يكفي 200 دولار وغير كافي لأنه في الداخل السوري يحتاج على الأقل 300 دولار لا يعيش لكن 22000 مدرسهم يطبعوا مدير التربية سواء بيحلام سواء يعني تحدثت عن تجربة المجالس المحلية هل تقوم الحكومة المؤقتة بدعمها ماليا للمجالس المحلية والرقابة على عملها لا لا أنت اليوم أول شيء خليمنا أني تأتي ميزانة الدولة يوم أنت اليوم لقصين عندي ميزانة الدولة وثم توزع للمؤسسات تأتي ميزانة الدولة من الموارد ومن الضرائب أما إذا كانت المجالس العسكرية أو المدنية هي تسيطر على هذه الموارد ومع ذلك نعم كل الدعم الذي يأتي للمجالس المحلي هي لو لا أن تتبع الحكومة المؤقتة لا تستطيع أي منظمة أن تتعامل في الداخل وهذا اللي يكون المعلوم نحن اليوم لو لا أي مجلس لا يتبع للحكومة مثلا سيقف بقر الدعم أي واحد يقول أن لا أتبع لأحد لا تستطيع اليوم تحويل دولار للداخل السوري إلا تحت مظلة سياسية وحماية ذكرت يعني جئت على سيرة حكومة الإنقاذ هل هناك خطة للحكومة المؤقتة للتعامل مع حكومة الإنقاذ يا أخي الكريم يعني اليوم حكومة الإنقاذ التي تمثل تنظيم عسكري هيئة تحيير الشام هي جزء من القاعدة أو أشد من القاعدة نحن اليوم لا نريد أن نجعل من من المؤسسات بالسواد لا يوجد شيء اسمه حكومي اليوم من الحكومي وأين كانت موجودة وماذا تعمى غير أنه تسيطر على المؤسسات أو تفشلها حكومة الإنقاذ هذه الحكومة يعني مو معل يعني هي تعمل صالح النظام النظام كان يقصفنا من فوق وهي تجي تسيطر على المؤسسسات لا أريد أن أكمل بهذه النقطة لأن اليوم كانت مؤسساتنا بيقصف النظام والما بيقصفها بيبعض حكومة الإنقاذ لتعود في الشلف لذلك حكومة الإنقاذ هي حكومة تتبع الجولاني الذي يأخذ أومره من الأمن العسكري في دمشق والمخابرات الأجنبية من الأخير يعني لذلك لا يمكن أن يكون هناك تقارب هذه هذه الحكومة هي تمثل التيار ما زفارت في العراق شو شو صار لن ندخل في هذا الموضوع كثيرا ولا يوجد أحد معنا من لا أرفض أصلا أصلا أنا لا أقبل أن يكون معي أنت اليوم إذا قعد معي من الإنقاذ عم تقعد معي واحد من حكومة بشار أسد فكيف هذا الموضوع أنا الأوام نحن بالسورة يا جماعة أنه نحن اليوم نكون صريحين اليوم لا يمكن من يتبع يحمل رأي السوداء من يتبع القاعدة أن يكون جزء من السورة نعم تحدثت عن الموارد ما أهمية سيطرة الحكومة الحكومة السورية المؤقتة على المعابر طبعا نحن اليوم طبعا هذه من المجلزات الحكومية أنه قدرنا نعمل اتفاقية المعارد مع شقائنا في تركيا والمعابر اللي في شمال السوري دخل يقسم الوزع النصفالي للجيش الوطني وجزء بتاخد المجالس حي المجالسي في الشمال هي تاخد من الحكومي بس مع كل أسف بيطلع بيقول لك أنه ما أعطتني الحكومة يعني وكأنه يعني بديروها على البيت أعطيه لرئيس المجلس هيك دعم كل الأموال التي تجيهم هي عن طريق الحكومة سواء في الجيش الوطني أو والمعابر نحن الحكومة لا تأخذ من المعابر إلا 5% وتقريبا يعني الموظفي الحكومي والباقي عم تصرف إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الجيش الوطني وإلى المجالس المحلي في الشمال بإدارتكم طبعا لا الحقيقة الجيش الوطني نعم نحن مسؤولين عن الجيش الوطني أم المجالس المحلي في الشمال السوري فهي أنا أعتقد أنه هي لا تتبع لنا اليوم وهي لكن يعني تحتاج إلى مراجعة لأنه اليوم لا يمكن لمؤسسي تعمل في سوريا إلا أن تتبع جسم نعم صراحة كل مجلس عمل لحاله دولي في عشر ثواني هي أول شيء يعني أنا أشكركم على الاستضافة وأضع هذا في خطنا بالإعلام وكل أرقام الحكومي وكل نشاطاتها هم مفتوحة للجميع وليس يعني حكر علىها أشكرك جزيل أشكر الدكتور جواد أبو حطب رئيس الحكومة السورية المؤقتة مشاهدين الكرام لمتابعة المزيد من الحلقات يمكنكم يمكنكم متابعة الصفحة الرئيسية لهذا البرنامج والموقع الإلكتروني للقناة دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله